وأن أفضل أمته أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأنه أول الخلفاء الراشدين وهو الذي بايع له الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم واختاروه لأنه أفضلهم وأن أفضل أمته أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم عمر الفاروق لأنه هو الخليفة بعد أبي بكر نعم فقد اختاره أبو بكر وعهد إليه هذا يدل على أنه أفضل الأمة بعد أبي بكر نعم ثم عثمان ذو النورين ثم عثمان هو الثالث لأن أصحاب الشورى الستة الذين عهد إليهم عمر اختاروا عثمان اختاروا عثمان رضي الله عنه لفضله ومكانته نعم ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته وأبو الحسنين له من الفضائل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم له فضائل عظيمة رضي الله عنه نعم ثم بقية العشرة عشرة المبشرين بالجنة نعم ثم أهل بدر نعم لأن الله اطلع عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ترجمة نانسي قنقر